بهضور عمين الدولة في التعليم العالي والبحث والابتكار اجرت مناسبة تنصيب اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للطلاب الشاديين الذي يتكون من خمسة عشر اضوا برئاسة محمد صالح احمد علي عمين الدولة في التعليم العالي والبحث والابتكار ممدو بوكرغانا في كلمته التنصيبية شكر اعضاء لجنة تنظيم الجمعية الامومية العادية الثالثة للاتحاد الى تنظيم انتخابات نزيهة سمحت باختيار اعضاء المكتب التنفيذي لادارة شؤون الاتحاد وفروئه بمختلف الجامعات على مستوى ولايات البلاد وطلب من رئيس الاتحاد ومعاونيه العمل الجاد باعتبار ان الاتحاد يشكل همزة وصل بين الطلاب وادارة الجامعات ووزارة التعليم العالي رئيس الاتحاد الوطني للطلاب الشاديين محمد صالي احمد علي شكر الطلاب على الثقة التي عولوها اياه معكدا تضافر الجهود والعمل بروح الفريق من عجل انجاه المهمة التي اوكلت اليهم وننويه الى ان المناسبة اختتمت بتقديم مشاهدة تقديرية الى عامين الدولة وباءت من الشخصيات التي ساهمت في تنظيم الجمعية العمومية الثالثة للاتحاد الوطني للطلاب الشاديين موسيقى